السلام عليكم ورحمة الله موعدكم اليوم مع فيديو جديد من قناة الإبداع والتميز قناة أبدع واستمتع والناس اللي لسه جديدة وماشتركتش في القناة شرفنا بالاشتراك في القناة للتعرف على الشرحات المفيدة وتلقي الإشعارات أول بأول حوالين الفيديوهات الجديدة اللي بنقدم لكم فيها أفضل الشرحات المفيدة اللي إن شاء الله بتفيد كل متابعينا في كافة مناحي الحياة النهاردة الفيديو بيتكلم حوالين الاشتراكات والمدفوعات اللي انت بتجريها على جوجل في ناس كتيرة بتعمل اشتراكات على جوجل سواء بيشتروا حاجات بتليفونهم أو بيعملوا اشتراكات على برامج معينة أو خدمات معينة أو في ألعاب وبعدين مع الأسف بيبقاش عارف إزاي يلغي الاشتراك أو يتحكم في الاشتراك أو يوقفه أو يعمل أي عملية أخرى مثلا زي مثلا إن هو يلغي الاشتراك بأكاونت ويفتحه بأكاونت تاني النهاردة هنخش على جوجل دوت كوم زي ما انتم شايفين وتخش على الحساب بتاعك وبعد ما بتخش على الجوجل دوت كوم هتخش هنا هو تعالى المربعات ديت وهتلاقي حاجة اسمها الأكاونت الأكاونت اللي هو الحساب بتاعك هنخش عليه تمام؟ لما تخش على الحساب هتلاقي على اليسار حاجة اسمها المدفوعات والاشتراكات في الجزئية ديت هتلاقي فيها كل الحاجات اللي انت اشتريتها أو الاشتراكات اللي انت عملتها من خلال الأكاونت بتاع الجوجل بتاعك هنخش على تحت شوية هننزل هنلاقي حاجة اسمها المشتريات هنهوت لو كنت اشتريت اي حاجة من جوجل سواء من على الماركت بتاع الجوجل أو من على الجوجل كروم ماركت كل دوت هتلاقيه هنهوت هنخش في هنهوت وتلاقي المشتريات تقدر تتحكم في المشتريات ديت وتقدر تشوف تواريخ المشتريات طيب بالنسبة للسبسكريبشنز وهنا ديت الجزئية المهمة جدا اللي الناس كتير بتشتريك منها ان هو بيشترك في خدمة معينة أو برنامج معين وبعدين ما بيعرفش يقف الاشتراك دوت أو يعمل له فهنهوت هتلاقيه زي ما نشايفين فيه اشتراكات ادي هنا هو البرامج اللي انا مشترك فيها اسم البرنامج والعلامة بتاعته وبعدين على اليسار بيقول لك تحت نوة يعني بيحصل له في فبراير عشرين وعشرين هو هنا هوت لسه الموعد ما جايش بتقدر تخش هنا هوت وتشوف كمان بقية التفاصيل بتخش تكمل هنا هوت اهو بيكمل لك هنا هوت هنا بيقول لك ان هو الاشتراك بينتهي بالتريخ دوت وتقدر تعمل يعني اعادة الاشتراك من جديد تمام وهنا هوت بيديك بيانات الفيزا كارد اللي انت اشتريت بها تمام هنا هوت في البرنامج التاني مسلا على سبيل المسال هنا هوت بيقول لك ان فيه مسلا مدفوعات ما ادريش تتنفس بشكل صحيح تمام ممكن تقف هنا هو تعمل يعني تصلح المشكلة مسلا لان انت ممكن تكون غيرت رقم الفيزا بتاعك او اصدرت فيزا جديدة والفيزا القديمة تكنسلت ففي الحالة دية هو بيحاول ياخد الاشتراك بتاعه فبيقف فبتقدر هنا هوت تقف وتعمل وبتدخل رقم الفيزا الجديد اهو او تختار اي فيزا اخرى عندك موجودة على السيستم تقدر تشتري بها او تعمل هنا هوت لو انت عايز تعمل هنا هوت للاشتراك دوت اهو زي ما انت شاه شايفين هم تقدر تقدر تغير اه وتعمل لرقم الفيزا بتاعك تمام اهو او تعمل حتى وهي دي الجزئية اللي في ناس كتير بتسعرنا ازاي اعمل الغاء للاشتراك اللي انا كنت عامله فهنا هو زي ما انت شايف اهو كل الاشتراكات تقدر تقف هنا هوت على اي اشتراك تخش تشوف التفاصيل بتاعته تمام وبعدين تعمل اه اه او حتى تخش على الويبسايت بتاعه ده مسلا الاشتراك دوت تقدر تتوفر هوت وتعمل يعني اعادة اشتراك من جديد وتقدر هنا مسلا على سبيل مثال تعمل يعني انت بتشيل البرنامج او اللعبة ديت من القائمة بتاعتك ده كانت رؤية سريعة للمدفعات والاشتراكات على الاكاونت بتاع الجوجل ارجو انتوا تكون استفدتم بالشرح السريع دوت ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب رحمة الله